اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الماء هل نستطيع أن تستمر حياتنا دون ماء؟ لا لا تستمر حياتنا دون ماء، لماذا؟ لماذا؟ لأنها؟ لماذا لا نستطيع حياتنا أن تستمر دون ماء؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماذا يصبح؟ ماذا يصبح؟ اتعرض الأمراض ويصيبني بعض الأخطار اذا كان يوجد في منزلي بعض من المزروعات ما واجبي تجاهها؟ ما واجبي؟ ماء الغي صالح الشر اذا كان يوجد في منزلي بعض من المزروعات ما واجبي تجاه المزروعات؟ علي ماذا أن أقوم بإمامة؟ وحافظ عليها وأسقيها احسنتي، ماذا واجبي تجاهها؟ حافظ عليها وأسقيها احسنتم اذا ما المقصود بسر الحياة؟ الماء والدليل في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حيط صدق الله العظيم اذا أحبتي نحن الماء هي أهم حاجة في الحياة نحن لا نستطيع أن نكمل حياتنا دون ماء الآن انظروا جيدا إلى هذه الصور بحيرة ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ بحيرة ماذا تشاهد؟ أحسنت وماذا نشاهده يا مصطفى؟ أحسنت انظروا جيدا ماذا نشاهد في هذه الصورة يا تاج؟ بحر بحر أحسنت ماذا نشاهد في هذه الصورة يا شام؟ نبع نبع أحسنتي إذن ماذا شاهدنا في الصور السابقة؟ ما هو الشيء المشترك في جميع الصور السابقة؟ ما هو؟ الماء الماء هو الشيء المشترك في جميع الصور السابقة هو؟ الماء إذن ماذا نستنتج؟ أين توجد المياه؟ بالبحر والنار والبحير والنبع أين توجد المياه؟ بحر تفضلي؟ بحر أحسنتي يا شام تفضلي يا نبع أين توجد المياه؟ أحسنتي. أين توجد المياه يا مصطفا؟ بالنهر. أحسنت. أين توجد المياه؟ بالبحيرة. بالبحيرة. أين توجد المياه يا براهي؟ بالينابيع. أحسنت. أين توجد المياه يا تاج؟ بالنهر. بالنهر. أحسنتم جميعا. إذن نستنتج ما يلي. توجد المياه في البحار والأنهار والينابيع والبحيرات. من يعيد؟ فضل. توجد المياه في البحار والأنهار والينابيع والبحيرات. أحسنتي، تفضل يا إبراهيم توجد المياه في البحر والنهار والينابير والبحيرات أحسنتم جميعاً بعد أن تعرفنا إلى أماكن وجود المياه الآن سوف نقوم بإجراء تجربة بسيطة مع بعضنا البعض يوجد لدينا ماء، ثلاث كؤوس، رمل، ملح والآن سوف أوزع عليكم هذه الكؤوس المجموعة الأولى، مجموعة الورود المجموعة الثانية، مجموعة النجوم والمجموعة الثالثة، مجموعة الثقوط المجموعة الثالثة، مجدماً مجموعة الثالثة.. المجموعة الثلاثة ق Milan فوق نستنتج مع بجموعة الثلاثة عال bouncing المجموعة الأولى هل تستطيعين أن تشربون من الماء الذي يوجد بين يديكم؟ ما طعمه؟ اشرب منه قليلا لا طعمه ما لونه؟ ما هذا الشكل؟ ما هذا الشيء؟ ملح ما هذا الشيء؟ ما هذا الشيء؟ ما هذا الشيء؟ المجموعة الأولى مجموعة الورود ما هي صفات المياه الصالحة للشيء؟ ماذا استنتجتم؟ قد طليل طعمه؟ لا لون له سوسان؟ لا رائح له شعر؟ لا طعم له لا طعم له أحسن طوم المجموعة الثانية مجموعة الورود ما صفات المياه المالحة؟ ما طعمه؟ مالح مصطفى ما لونه لا لون له نبهى ما رائحته لا طعم أحسنتم مجموعة الصقور الماء العكر ما هي صفاته ما لونه عكر أحسنت يا عبد السلام إبراهيم ما طعمه له طعم أحسنتم تاج ما رائحته له رائحة أحسنتم جميعا إذن الماء الصالح من صفات المياه الصالحة للشرب ما هي صفاتها تفضلي يا ليال أقرأي لا لون له الماء النقي لونه لا لون له طعمه لا طعم له لا رائح له رائحته لا رائح له توسن الماء النقي ما لونه لا لون له طعمه لا طعم له رائحته لا رائح له أحسنتم شام الماء النقي ما لونه لا نون له طعمه لا طعم له رائحته أحسنتم نبهى الماء النقي ما هي خواصه لونه ما لونه الماء المالح ما لونه أحسنتم مصطفى ما لونه ما طعمه الماء المالح أحسنتم رائحته يا نبهى ما رائحته أحسنتم المجموعة الثالثة الماء العكر ما لونه عكر ما طعمه يا إبراهيم ما طعمه له فياゾيل احسنتم جميعا إذن لاستنتج 90 وجود صيد المياه الصالحة للشرب تفضل يا مصطفى ما هي صفات المياه الصالحة للشرب لا لا يا براهيم ما صفات المياه الصالحة للشرب ما هي لا طاع الصالحة للشرب صالح للشرب لا solamente نخو لا طعم له أحسنتم إذن نستنتج الآن صفات المياه من صفات المياه الصالحة للشرب من يعيد نبهى ما هي صفات المياه الصالحة للشرب لا لون له لا طعم له لا رائح من يعيد تفضل يا سوسان من صفات المياه الصالحة للشرب لا لون لا رائحة لا طعم له أحسنتي أحسنتي إذن من صفات المياه الصالحة للشرب لا طعم له لا رائحة له لا لونة له يلا يا تاج ما هي صفات المياه الصالحة للشرب لا طعم له لا طعم له لا لونة أحسن لا لونة له إبراهيم لا طعم له لا رائحة له لا لونة له أحسنتم جميعا بعد أن تعرفنا على صفات المياه الصالحة للشرب الآن سوف أكبر ولكم حكاية خسيرة أرجو منكم اسم الاستماع والاستغاء إلي في رحلة لكشافة الأطفال إلى نواعير نهر العاصي في محفظة الماء اقترح مجد لقوا عبواتهم بالماء لكن المرشد أخبرهم أن ماء النهر عذبة ولكنها غير صالحة للشرب أحبائي بعد أن استمعنا إلى هذه القصة القصيرة هل يمكننا أن نشرب من مياه الأنهار؟ لا لأنها عذبة نعم هي عذبة أحسنتم أحسنتم هل نستطيع أن نشرب من مياه الأنهار؟ لا لماذا؟ لأنها عذبة لكنها غير صالحة للشرب لماذا لا نستطيع أن نشرب من مياه الأنهار يا عبد السلام؟ لماذا لا نستطيع؟ لماذا لا نستطيع أن نشرب من مياه الأنهار؟ لا قد تكون ملوثة وضارة للصحة نحن لا نستطيع أن نشرب مياه الأنهار لا نستطيع أن نشربها؟ لا هل يمكننا أن نشرب من مياه الأنهار؟ لا إبراهيم لا لا نستطيع نتأكد بمصلحة الإجابة هل يمكننا أن نشرب من مياه الأنهار يا تاج؟ لا الجواب لا 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 أحسنتم الآن نتأمل هذه الصورة الآتية ماذا يفعل هذا الرجل؟ ماذا يفعل يا نبهة؟ يسقي المزروعات يسقي المزروعات انظروا جيدا تأملوها جيدا ماذا يفعل؟ يا سوسان ماذا يفعل؟ يسقي المزروعات يسقي المزروعات ماذا يفعل يا تاج؟ يسقي المزروعات يسقي المزروعات أحسنتم انظروا جيدا إلى هذه الصورة ماذا تفعل؟ انظروا جيدا ماذا تفعل يا ليال؟ تمظف البيت أحسنتي ماذا تفعل يا مصطفى؟ تمظف المنزل ماذا تفعل يا عبد السلام؟ تمظف المنزل بارك الله بك أحسنت انظروا هذه الصورة تعملوا هذه الصورة أيضاً ما هذا الشكل؟ هذه الصورة تفضلي يا شام أحسنتي يا نبهى أحسنتي يا شام تفضلي يا ليال تفقلي ليال أحسنتم إذن بعد أن شاهدنا هذه الصور هل يمكننا أن نستخدم المياه الغير الصالحة للشرب؟ هل يمكننا أن نستخدمها؟ تفضلي يا ليال نعم أحسنتي كيف نستخدمها؟ تفضلي يا صوي تفضل س Tang أحسنتي تفضل إيانا بها كيف نستخدمها أيضا؟ تنظيف المنزل أحسنتي تفضل يا إبراهيم كيف نستخدمها؟ ثقائت المزروعات أحسنت كيف نستخدمها يا عبد السلام؟ تنظيف المنزل أحسنتم إذن الجواب من يقرأ لي السؤال؟ تفضل يا إبراهيم تفضل يا إبراهيم بعد أن شاهدنا هذه الصور، هل يمكننا أن نستخدمها يا مصطفى؟ لا، نعم، نعم، يمكننا أن نستخدمها، نتأكد من الصحة الإجابة إذن الجواب نعم، نعم، يمكننا أن نستخدمها، أحسن فقط الآن، إذن نستخدم المياه الغير الصالحة للشرب من خلال الاستخدامات المنزلية التنظيف وسقاية المزروعات من يعيد؟ تفضل يا مصطفى استخدامات المنزلية التنظيف وسقاية المزروعات أحسن، أحسن، تفضل يا عبد السلام استخدامات المنزلية التنظيف وسقاية المزروعات أحسن، تفضلي يا سوسان نستخدم مياه غير صالح للشروع من فلان التخدامات المنزلية التنظيف الثقايات المزروعة تفقلي سوسان أحسنتم أحسنتم جميعا الآن سوف أقوم بتوزيع بعض الأوراق المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الثالثة هل يوجد لديكم سؤال؟ لا احسنتم المجموعة الاولى استطاع استطاع عائل اَلَى يَمَهِ أَنَسْ مُوَحَسْتَانِي وَأَنَسْتُ اشتركوا في القناة 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 لا طعم له و لا رائح له نشكركم لحسن المتابعة ونشكركم لحس المتابعة ولكم منا كل المحبة وإلى اللقاء في دروسة قادمة إن شاء الله دمتم بخير